تعيد الأردنية حنان العبادي تدوير أسلاك الكهرباء القديمة حيث تنسج منها أطباقاً تقليدية ملونة بينما تجلس على الرصيف المقابل لمحلها في مدينة الصلط القديمة وتاريخياً كانت هذه الأطباق تنسج من قش القمح وتستخدم في تقديم الطعام يومياً وكزينة في المناسبات السعيدة مثل حفلات الزفاف ونظراً لعدم توفر قش القمح طوال العام قررت حنان استبداله بأسلاك الكهرباء المهملة كي يكون بوسعها نسج هذه الأطباق طوال العام وفي الوقت نفسه تقليل الفاقد والمحافظة على البيئة بتقليصها من تلك الأسلاك واستخدامها في أشياء مفيدة هذه الأطباق كانت يعملوها من قش القمح فقش القمح ليس موجود أنا عملتها من أسلاك الكهرباء أسلاك الكهرباء لأنها موجودة مش زي قش القمح يعني له موسم بس معين وينتهي وهذه التدوير هي تفيد يعني نتخلص من الأشياء حنان البالغة من العمر خمسين عاماً والتي كانت معلمة فيما مضى بدأت العمل في هذه الحرفة بعد أن تركت وظيفتها وقررت تعلم حياكة الصواني التي طالما كانت تجدها جميلة وتستخدمها في تزيين منزلها وتقول حنان أن هذه الأطباق لا يخلو منها أي منزل في الأردن هي موروث كانت قبل يعني كل بيت تكون موجودة فيه كانوا يستعملوها للأكل يعني ما كانوا يستعملوا الصواني العادية هاي كانت الأطباق هاي تسد الحاجة يعني منها تالي كانوا يستعملوها بزفات العريس كانوا يستعملوها بحفلات الحنة وفتحت حنان محلاً في مدينة الصلط قبل عام ونصف حيث تبيع تلك الأطباق مقابل ما يعادل بين 14 و140 دولار للواحدة حسب حجمها وقالت المرأة المسؤولة عن إعالة أسرتها إن هذا العمل أفادها كثيراً أثر كثيراً حياتي يعني إيجابياً تعرفت على ناس كثير شغلي وصل لأكثر من منطقة لسواح در علي دخل كما تستخدم حنان العبادي محلها كمركز لتعليم نساء أخريات هذه الحرفة ترجمة نانسي قنقر